في إطار مساعي الأمم المتحدة لترتيب عقد اجتماع دولي حول الأزمة الليبية يضم الدول المعنية والمنظمات الأقليمية زات الصلاة بالشأن الليبي للخروج برؤية دولية موحدة لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على أهمية دور الجامعة العربية في إيجاد حل سياسي في ليبيا وأهمية مشاركتها والاتحاد الإفريقي في المؤتمر حول الأزمة الليبية هذه الدعوة تعكس أمرين مهمين الأمر الأول هو حرص الأمم المتحدة على أن تكون الجامعة العربية طرفا أساسيا وفاعلا في إدارة الأزمة الليبية من أجل إيجاد مخرج سياسي غير مكلف لكافة الأطراف لهذه الأزمة في المقابل هي تعكس وتبين أيضا رغبة المجتمع الدولي في تعظيم دور الجامعة العربية في إدارة الأزمات العربية عموما والأزمة الليبية تحديدا وكان غسان سلامة قد التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وقالت الجامعة في بيان لها أن هناك توافق في الرؤى بين أبو الغيط وسلامة حول أهمية شروع الأطراف الليبية في خفض التصعيد الميداني تمهيدا للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار وبما يسمح بالعودة إلى المصاري السياسي الذي طرعاه الأمم المتحدة مما يساعد على تعظيم دور الجامعة العربية في تسوية الأزمة الليبية وجود مساحة واسعة من التوافق ما بين الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص استراتيجية تسوية الأزمة الليبية هناك رغبة في وقف الأعمال العسكرية هناك رغبة في التهديئة الميدانية هناك رغبة في وقف التدخل العسكري الخارجي هناك رغبة في لم شمل الأطراف المتصارعة من أجل حوار بناء وإيجابي يهدف لمصلحة الشعب الليبي بالأساس وأكد بيان الجامعة العربية على موقف الجامعة الثابت الرافض لكفة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي والتزام الجامعة بالاستمرار في جهودها لحث الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا دور هام للجامعة العربية والالتحاد الإفراقي في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وهو ما تؤكد عليه الأمم المتحدة في إطار مساعيها لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية مصام عبد المقصود الإغبارية القاهرة